السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في سوبر ماما. هنعمل مع بعض السويس رول. مقديره سهلة جدا وسريعة ولو جالك اي زيارة مفاجئة تقدر تعمليه بسرعة جدا. ما بيخدش عشر دائف الفرق. ووقت تجهيضه وتحضيره برضو سريع. تعالوا نشوف المقدير مع بعض. معي خمس بيضات بدرجة حرارة المطبخ. يعني ما تكونيش مخرجة من التلاجة ووقت ما تجهي تعملي. تكوني مخرجة قبلها بفترة. بحوالي ساعة. معي خمس بدور. معي خمس معالق من الزيت. ومعي خمس معالق من السكر. وخمس معالق من الزيت. وبانيليا. ومعلقة من البيكنج بغضر. خمسة وخمسة وخمسة. تمام كده? سهلة جدا ومقدير سهلة. هنحط البيض مع الفانيليا ومعيها ومعالقة خالة صغيرة. معي الفانيليا لكل بداية. كيس فانيليا. لو بتحطي فانيليا سعيلة. يبقى نص معالقة كفاية. لانها بتبقى اقوى من الاكياس شوية. عشان الاكياس بيبقى مضاف لها سكر. هنزل البيض مع الفانيليا ومعالقة الخل ومعهم السكر. الخمس معالق سكر. عبرابهم كويس جدا مع بعض الحد ما يعمل لي فوم ابيض. لونه يبيض كده شوية ويعمل لي رغاوي كتير. يعني هياخد حوالي ضرب من دقيقة لدقيقة ونص كده. حفظة لادرب. لحد ما تلاقي الخليط ده بيض كده معيك. شايفين شكل ما عامل ازاي? بعد كده هنزل عليهم خمس معالق زيت. واضرب برضو اخلطهم كويس. وبعد كده هنزل معيهم. الخمس معالق دقيق بس خمس معالق دقيق يكونوا مليانين بمعلاءة كبيرة من بتاعة الاكل بس تكون مليانة خالص مش ممسوحة. معلاءة كبيرة مليانة. تمام? وهنحط مش كيس البيكينجي باودر كله. هنحطه نصه بس. تمام كده? الديق يكون منخول. الهوى اللي دخلناه واحنا بنضرب الويد مع السكر. مش عايزين نضيعه بقى وحنا بنضرب الضقيق. الضقيق ممكن تعليبيه من المعلقة بس. او لو هتعملي بالمضرب على قهد السرعة خالص. عشان ما تخرجيش من الخليط الهوى اللي احنا دخلناه. بعد ما خلطتهم كويس بقى. كنت شغلت الفرن على مية وتعمين قبل ما ابدأ. هتجيب صنية الامونيوم. وتدهنيها زيت وتبطنية بالضقيق. لو ما عنديكيش ورق زبدة. لو عندك ورق زبدة يبقى طبعا اسهل كتير. هتجيب الصنية وتكون مستطيلة. عشان يطلع معيك الرول. وهنفرد ورقة الزبدة في الصنية من غير ما ندهن حاجة خالص. وهنصب الخليط في الصنية. بعد كده هنجيب معلقة ونبدأ نوزع الخليط خالص لحد ما نفرده في الصنية كلها. هنعمل كده طبقة من الخليط الكيك. لحد كده يعني الدنيا سهلة خالص ما فيهاش اي حاجة صعبة. خلاص هدخله بقى الفرن على مئة وتمانين. هياخد عشر دقايق. وهيبتدي وشه خلاص يبتدي يستوى ويتحمل. هنشغل بقى عليه الشوية بعد عشر دقايق. عشر دقايق كمان. هنحشي بصاص من الشوكولاتة وممكن تعمل حشوات تانية كتير. هنبنعملها مع بعض. معي هنا كباية لبن. كباية كاكاو خام. كباية سكر كباية زيت. اربع كباية عشان نعمل آآ الشوكولاتة. حضرة بالسكر مع اللبن الاول. وبعدين اضيف كباية الكاكاو. واضربهم كويس. هيبقى عندي آآ القوان ده. حبدتي بقى هنزل الزيت بس بالتدريج. كل ما تنزلي زيت بالتدريج وانتي بتضربي. الخليط هيتقل معيك. ما تنزليهش مرة واحدة ابدا. نزليه بالتدريج اسناء الضرب. حطيه في التلاجة لصاصة على ما تخرجي الكيكة من الفرن. كده خلاص الكيكة خرجت من الفرن. بتطلع طبعا من الصينية بكل سهولة بالورقة كده. مبتلزقش خالص. بقى عندي الرول بالشكل ده. ولو انت عاوزة ترفعيه عن كده ما يبقاش تميك. حطي الصينية اكبر. كل ما اتكبري كل ما الرول يبقى ارفع معيك. بعد كده وهو اول ما يبرد هنسيبه خمس دقيقة بس يبرد. بعد كده وهو دافي بقى هنبتدي اللفه كده رول بالورقة. لازم يكون دافي. احنا بنلفه كده ليه? عشان ياخد الشكل بتاع الرول. هتتبقى ربع ساعة وبعدين انت فكيه هتلاقيه بقى بالشكل ده. خد خلاص الشكل بتاع الرول معيك. هنبتدي بقى تفريدي تاني. وتحط اي حشوة انت عاوزها جوة. طبق كريم شانتي. طبق شوش آآ صوت شوكولاتة. او مربة براحتك. هحط كده لشوكولاتة ووزعها بالمعلاقة كويس. وافريدها افريد طبقة من الشوكولاتة على الرول كله. بعد ما وزعه وبقى كله. هتدي اليف الرول بس من غير ورقة. هو هيكون خلاص خد شكل الورقة. خد شكل اللفة اللفتها اول مرة. فهيتلف معك بكل سهولة. وهيخرج برضو من الورقة بسهولة. لفته بقى معي بالشكل ده. هبتدي بقى اشير الاجناب بتاعته. والحروف دي مش عاوزينة عشان بيش يجب يتبقى متساوية. وبعد كده هتروح يحط عليه بقى الصوص من الشوكولاتة اللي احنا عملناه. ممكن تقديمي معي موز بقى او بتقديم معي فرولة اللي رياحك. هشي جدا وطاري. جربين ان شاء الله هي اجيبك جدا. عشان هي طريقته سهلة وسريعة. هو ما خدش حاجة وقت غير وقت الفيديو معيك وكده. سريع جدا. حط لايك الفيديو لو عجبكم. لو اقوة مرة اشوفي قناتي احوتي سبسكرايب. وفعلي الجرس. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم. شكرا.